اشتركوا في القناة 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 والقرارات والاجراءات المالية والاقتصادية التي وجهنا بها مبكرا لاحتواء تداعيات الظرف وباشر فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الامين على متابعة التنفيذ برامجها بدقة وفعالية بهدف الحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي لصالح الوطن وأبنائه الكرام ولقد ابدت سلطات الدولة وجميع مؤستساتها قدرتها الرفيعة وجاهزيتها العالية في تحمل مسؤوليتها خلال هذه الفترة الصعبة ولدورهم هذا الاثر الكبير في انضباط العمل وتميز نتائجه وفي مقدمة تلك الجهود الوطنية ما يتولاه ابننا العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلماء بن حمد آل خليفة حفظه الله من أدوار ريادية لن تنساها البحرين متمثلة في مواقفه الجليلة ومساعيه المخلصة في حمل مسؤولياته الوطنية على الوجه الأكمل في الشدة والرخاء كما نخص بالذكر العمل الكبير والمقدر الذي تقوم به مؤسساتنا العسكرية والأمنية ممثلة في قوة دفاع البحرين المتميزة بتنظيمها العسكري والطبي والإداري العريق ووزارة الداخلية بكوادرها المتأهبة على الصفوف الأمامية وقوات وقوات الحرس الوطني والأمن الوطني بتقديمهم كافة ما يلزم للتصدي لهذا الفيروس للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين والمقيمين ووفق أعلى المستويات مجددين بهذه المناسبة شكرنا وامتنانا العميق لمساعي الفرغ الطبية والكوادر الصحية والطواقم المدنية الذين يعملون بعزم الأقوياء وبهمة الأوفياء ويواصلون في تحمل مسؤولياتهم الإنسانية في حماية الأرواح وبتطبيق أفضل الخدمات والعلاجات والتدابير الوقائية مما أكسب مملكة البحرين سمعة عالمية متقدمة في مجال مكافحة هذه الجائح وبسواعد أبنائنا نفخر وسنحقق النجاح بإذنه تعالى وبالعودة إلى ما بدأنا به أكرر الشكر والتغدير الذي لن يكفي ولن يفي حق شعبنا الوفي الفخرين بمعدنه الأصيل وبخلقه الرفيع والتزامه المتحضر في كافة الظروف والأوقات ونشير ونشير إلى ما تشكلها المسؤولية الفردية والمجتمعية المشتركة من أهمية قصوى للتقلب على هذه الجائح وهو أمر ليس بجديد على البحرين فأهلها الأعزاء هم أهل للشدائد وبعونهم سنتقلب على كل الصعاب بحول الله وقوته وفي الختام ندعو المولى عز وجل أن يشفي مرضانا ويرحم شهدائنا في ظل هذه الجائحة الذين يحسبون في مرتبة الشهداء بإذنه تعالى مستذكرين هنا شهداء الواجب ممن ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل الحفاظ على أمن البحرين وستظل تضحياتهم محفورة في ذاكرة الوطن فهم مصدر إلهامنا وفخرنا ونسأل الله أن يديم على البحرين الغالية نعمه الكثيرة من أمن وأمان ورفعة ورخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله الوقت المهم الذي يجب أن نعمل جد وجهد مننا كلنا لتنفيذ توجيهاتكم شكرا شكرا بعد ذلك وصحية اشتركوا في القناة